السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني متابعي قناة جوهر الاتحاد العربي اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحصة الاولى من سلسلة دروس تعريف بلغة الطائر نياتي المغربي فلاوطا ماروكان اليوم الاخوان في هذه الحصة سنتعرفوا على الاغروضة الاولى من الخانات اللي هي التبايت بالردة او التبايت سنتعرفوا على الاصل ديالها في الطابعة شكون طائر اللي تيأديها مخارج الحروف ديالها في البداية نسمعوا الاغروضة تبايت بالردة إذا الاخواني المشاهدين الأعزاء كيف سمعنا هذه هي الاغروضة ديال تبايت بالردة ما معنى تبايت بالردة كيف سمعنا الاغروضة كتكون من جوج ديال التغاريد مركبة تبايت اللولة او الاغروضة اللولة اللي كيف سمعنا على مخارج الحروف تغي هذا اسم أعطاوه الناس ديال الموليع ديال الفلاوطة القدامى ولكن يعني ما كان سمعوش ذك ذك الاسم اللي اعطاونا اللي هو تغي عكس ما كان سمعوه قعي فالاغروضة في الاصل هي مخارج الحروف قعي وتعود في الاصل الطائر القوبع او القبرة هي لك الجبلنا تعادد ديال بقعي قعي ولا قعي يعني تبايت الاولى فهي في الاصل ديال الطائر القوبع سنسمعو الاصل ديالها كيفش كتجيبها القوبع إذا الاخوان الموليع كيف سمعتوه الاصل ديال الاغروضة كيفش كتجيبها طائر القوبع كتجيبها بما خارج الحروف قعي ولا قعي من تم من انتخذت تبييتا ديال طائر الفلاوطة وتعطيت البزاف ديال الطيور وكنعرفوا بان الاغروضة تختلف من حنجرة الى حنجرة فهي غردها هالطائر وهالطائر حتى صبحت لنا بالشكل اللي سمعناها في الاول اللي كتجيبها احيانا تغيي ولكن هي راها قعي كتجيبها قعي لكن الصوت ديال الفلاوطة فخم اغليد ماشي بحل القوبع كي خلينا نسموها بحل تغيي اما في الاصل راها قعي ديال القوبع والآن الاخوان المستمعين غادي نشوفوا الردة ديالها النقطة التاني اللي قالوا عليه الناس القدامى بانها تغا غادي نسمعوا الردة ديالها ان شاء الله ونشرحوا الاصل ديالها ومخرج الحروف ديالها نسمعوا دابا الردة اللي هي تغا فاخواني المتابعين كيف سمعتو الردة ديال النقطة التاني ديال الاغروضة اللي يتبيت بالردة هاد النقطة التاني تلقو عليه لمواليع القدامى ديال الفلاوطة تلقو عليه مخارج الحروف تغا ولكن نسمعوا زيال الاغروضة ما غدا نسمعوا مخارج الحروف تغا سنسمعوا بحل او 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 محلولة هنا لا يوجد حروف اللي اعطاونا فكيختلف السمع من ملوع الملوع إذا جئنا للحقيقة ديال هذه الاغروضة النقطة التاني فهو تعتبر تبيتة ديال الحسنية في الاصل اللي هو ايت كينا ايت ديال الحسنية هي النقطة التاني ديال التبيتة بالردة إذا سمعتهم جيد لا تسمعوا تغا بصيفة نهائية لكن عندما تعطيت هذا ايت ديال التبيتة ديال الحسنية عندما تعطيت عدة طيور خرجت لنا هذا الشكل اللي هو عامر واحد شوية ماشي بحل الصوت ديال الحسنية في الاصل لان الحسنية كتبدي بحل الصوت رقيق امزلو نعرفوا بان الصوت ديال هراخيم وطويل واحد شوية هكذا جئتنا الاغروضة فبالنسبة الاخوان المتابعين للتبيت بالردة ممكن ان نستعملوا بثاف ديال التبيت شحامل ملوك يصحب لي بانه كان غير تبيتة وحدا اللي هي التبيت بالردة اللي مطلق على الاسم الشائع اللي خلونا ناس القدامى كان ينتبيت بالردة اللي تعتبروا في متابع التعدد كبقي الطيور اللي تعدد مثلا بحل المقنين كالقاء عنده بثاف ديال التعدد الريبيرتوار ديال المالاقوة ديال الويدانية كالقاء بثاف ديال التعدد عكس الفلاوطة اللي كيعرفوا الناس انه كان غير تبيتة بالردلية وغير تغلي شرح ندابه ولكن راكين بثاف ديال التبيت غير كان واحد القاعدة واحد الشروط خاص طائر يجبهم بواحد الصوت مطلوب بواحد الشكل مطلوب عاد باش يتعتبروا ايجابيين ويتنقط عليهم الطائر ولكن إذا جبهم بواحد الشكل سيلبي ما غير يتنقط عليهم سنشوفوا بعض التبيت اللي يؤديهم الكنار ديال الفلاوطة بالفترة فالإخوان كيف سمعتوه؟ واحد الأنواع ديال التبيت اللي ما كيعرفوا مش بزاف ديال الموليع ديال الفلاوطة وممكن كيضيعوا فيهم الطائر يعني انهم كيعرفوا غير تبيتة بالردلية تغيئتها ولكن نرى الطائر عنده بزاف ديال التبيت اللي هما نحن نقوله بالفترة نحن نقوله يعني كيفية الطيور اللي كتمتاز بها من تبيتة هي كتجيبها وخاما تحفظوا بحطة تبيتة لا تحفظوا له متى اي شيء يجيب هذه الطبيتة فالإخوان لا يوجد أي طبيتة يجيب هذا الطائر كتعتبر ايجابية لا بالنسبة لطائر الفلاوطة فهو مستمر صوت ونبرة صوتي لا يمكن أن يقلد طائر اخر كان عرفوا بأن كل طائر لديه نبرة صوتية إذا تكلمنا عن المالينواء فهو يتكلم بالنبرة صوتية مائية إذا تكلمنا عن الهارز فهو يتكلم نازال يتكلم هابت حادر إذا تكلمنا عن الفلاوطة فهو يتكلم ناياتي فحتى التبايته يجب أن نسمعه بصوت ناياتي كيف سمعنا في هذا التبايت الدبل يمكن أن تتبره قدام شوية هذا هو صوت الفلاوطة فهو يتكلم فكيف قلنا لأخوان ممكن أن الطائر يجب على هذا التبايت ولكن الشرط أن يجبهم بصوت ناياتي كأن الطائر يؤدي في واحد القصبات وليس يغني بالنبرة يجب أن نسمعهم بصوت ناياتي شبيه بالنبرة يعتبرون إيجابيا لأن مثل هذا التبايت يمكن أن يجبهم الكنار العادي يمكن أن يجبهم المالينواء ولكن كل الطائر يجبهم بالحنجرة فإن يجبهم الفلاوطة يعتبرون إيجابيا لأنهم يكونوا ناياتي كيف سمعنا في هذا التبايت في هذا السجل إذا لم يكن في هذا الصوت فهو ستعتبرون سلبي بالنسبة للتبايت بالنسبة للتبايت بالردة فهو يرون بعض الموالي أن الطائر يجب تغى ولكن رغم ما شي عاديين لأنهم يتعتبروا من تغاريد المركبة هكذا هكذا وهنا الأخوان سنتحدث عن أحسن تبايتة بالردة مركبة ولكن بالدرجة فإن يجب لنا الغريض أغروضة قعي أو تغي سوف تنقط عليها سوف تنقط عليها سوف تنقط عليها سوف تنقط عليها شرط أن يجبهم بالصوت الناياتي ولكن إذا جب لنا أحسن أغروضة في التبايت التي تعتبر هي هذه الغبتة فإن يجب لنا جوجة تبايت سوف تنقط عليها كسر أو أو كيف قالهم الموري لهم تغي تغا جوجة تبايت سوف تنقط عليها فإن يجبها تبييتها إذا كيف سمعنا هذه التبيتة بردة تعتبر من أجمل تبيت بردة من أجمل تبيت هي هذه علاج لأنها تتكوّل من ثلاثة تغريض مركّبة الجوج الأولين تبيت الأولين بحال بحال و يردع للمتغة نسمعه قعي 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 إيت أو تغي 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 تغى يعني هكذا نسمعه الجوج تبيتة يردع للمتغة إذا جاء الطائر بهذا الشكل فبصراحة يتنقط عليها أعلى نقطة الآن سنسمعه تبيت بالردة يعني على المباشرة طويلة هذه العام كيف يجبونه فإخواني الموليع كيف سمعتوه هذا التبيت الأخرين اللي ممسجلين دي الفين و عشرين دي الفلاوطة طريقة باش أدهم الطائر و الصوت باش أدهم يعني هذا هو الصوت الناياتي وهذا هو ما أجمل تبيت كي يجيبهم بجوج دي التغريض جوج دي التبيت في الأول عاد كيرض تغي تغي تغى والصوت الناياتي نتمنى ان شاء الله نكون وصلت المفهوم الحقيقي للتبيت بالردة نتمنى ان شاء الله تتابعونا في القناة لكي تستفيدوا من جميع الدروس جميع التغريض سنشرحون بها شكرا لا تنسوا تشاركوا في القناة تابنوا في القناة وفعلوا زر الجرس وعطونا واحد لايك للفيديو اللي عجبكم وبرتجي لكي تعمل فائدة ان شاء الله